موسيقى كل التحيات وأهلا بكم إلى آخر نشرة لهذه الليلة من قناة الجديد في بيروت اسطنبول قمة وحدة تضامن من أجل عدالة وسلامة لا عبارة منها تؤكد صدق النيات فلا اسطنبول التركية المستضيفة القمة عاملة على الوحدة وللقادة متضامنون أو متعاونون بالحد الأدنى لا العدالة عادلة وليس على الأرض السلامة لكنهم اجتمعون الإيراني يأخذ مسافة من السعودي اللبناني يقترب من السعودي يصافح يقبل ولا يجتمع التركي يحاضر في العفة ويعلم الدول كيفية محاربة الإرهاب لكن الرد عليه جاءه من خارج حدود القمة عندما أعلن الرئيس الروسي فلادامير بوتين أن القيادة التركية الحالية تتعاون مع المتطرفين بدلا من محاربتهم فعلى ما يجتمعون وهل يحاربون أنفسهم وإذا كان لدى الدول الإسلامية العربية حرج في مقاتلة ما صنعته أيديها فهل يرفع الأحراج عن مساندتهم قضية فلسطين وهل لا سمعوا بمصطلح اسمه الاستيطان وإن من كان عدوا لهم يستفزهم اليوم ويقرر على توقيت قمتهم بناء أكثر من مئتي وحدة سكنية في مستوطنات معزولة في الضفة الغربية كان تمن سلام يكون وحده فلسطيني القضية بين العرب عندما طالب بعدم السماح للأحداث التي تعيشها أمتنا بأن تنسينا قضية العرب والمسلمين الأولى ومدعوونا إلى وضع حد للهجمة الاستيطانية الإسرائيلية معلنا أن إسرائيل هي العدو الأول لهذه الأمة تتفرج على حروبنا وانهياراتنا وتحقق علينا الانتصار تل والانتصار من دون أن نرفع أسباعا أو نحرك جنديا واحدا لكن على الأرجح أن هذا الخطاب لن يسعد دولا حاضرة باتت فلسطين وراءها وإسرائيل في عرينها وعلى الأغلب أيضا أن كلام رئيس الحكومة اللبنانية سيزعج عربا أكثر من نقمتهم على التحفظ على فقرة إدراج حزب الله في عداد المنظمات الإرهابية صدى السنبول غير مدون في بيروت التي دخلت عصر الزفت ورفع صور المرشحين وإطلاق عجلات المعركة البلدية حالات كوكساكي سجلت في بشامون والمستشفى يؤكد تحقيق ليال بوموسا إضافة إلى حالات الربو والأمراض الجلدية المتعددة فيروس الكوكساكي يزور مستشفى بشامون التخصصي هو فيروس بيصيب أكثر شيء الأطفال لأنه منعتهم قليلة وبترافق مع تقرحات بالجلد وشوية حرارة الحالات اللي عم نشوفها حالات ما بتستدعي دخول مستشفى يعني بيجوا على الطوارئ بنعطيهم علاج موضعي وخافض للحرارة وبيفلوا الكوكساكي أو الحمى الثلاثية فيروس يصيب عادة حديثي السن ويمكن أن يصيب أيضا البالغين مسببا بثورا متقرحة صغيرة في القدمين واليدين والفم تستمر بضعة أيام الحالات اللي اجت ما بتستدعي الهلع بس ما بينفي وجودها ما فينا ننفي وجودها أغلبا أطفال نعم عم نحكي من تحت 18 سنة طلاب مدارس يعني من الخمسة أربعة ثلاثة عشرة خمسة عشر سنة ماكسموم هيدا أكتر عمر عم نشوف فيها الفيروس زمان حلت المشكل أكيد رح يتفاقم الوضع أكتر ورح نشوف أمراض أكتر وأشد مستشفى بشامون لا ينفي وجود الفيروس أما بلدية بشامون فتنفي البيانة الصادرة عنها من تم الرئيس لدانتي أنه إجوا موقع من المواقع أخذ منه إفادة واحد اتنين ثلاثة عبر التليفون وببعتهم بس هو لمضي ولا كتب ولا حد خطب البلدية هلق صار فيه إجتهاد وإنشاء كل من زار بشامون في الأسابيع الأخيرة شاهد النفايات المتراكمة في كل زاوية بعد قرار صادر عن وزارة البيئة قضى بوجوب توقف البلدية عن إزالة النفايات هي العملية كلها بعد كلمة شيلوا زبلتكم من شيلها وهي الكلمة التنقيل من الكبار مش منها نحنا هلأ صارت الموضوع يمكن أنحط كله بمنطقة الجبيل كثير خيرون نحنا ما فينا نقول لا لا لأنه مش طالع بيدنا شي هيدل مش طالع بيدنا ليه بس أقول صغير عين بتقوم مخرز شي مين المخرز هون اللي عبرت قاومه أنا ما أسمعت أنت بساملت لبردك إن كانت البلدية لا تستطيع مقاومة المخرز فكيف يقاوم الأطفال أو بئة النفايات ليالبو موسى قناة الجديد جريمة ملتبسة في الشويفات ضحيتها امرأة في التسعينيات من عمرها والعاملة الأجنبية ترقد في المستشفى اعتاد منزل المختار اليس جريديني سمع صوت الجرس بفعل أنهم جيران لمدرسة شارلي سعد لكن ما حدث معهم كان من دون سابق انذار ومن غير جرس ينبئهم أن حريقا يلتهم الطبقة الأرضية من منزلهم وسيؤدي إلى وفاة أرمنة جريديني السيدة سامية وهبي في التسعينيات من عمرها القصة لم تنتهي هنا فالضحية كانت تلازمها أعملة منزل من التابعية الإثيوبية بفعل أنها مقعدة وبعد انقشاع الدخان وحضور الأدلة الجنائية والجيران تبين أن الخادمة مصابة بسكين ما عزز الشكوك في أن ما حدث هو بفعل فاعل وليس قضاءا وقدر وبدت البنان تشير إلى العاملة لكن حتى اللحظة لم تحسم التحقيقات ما جرى جينا تليفون أنه بيت المختار الياس عم يحترق هو مختار شويفيت أديما يعني كان ومرته جينا لأينا الحريق نطال غرفة لبتقى المطبخ البيت وزوجته الله يرحمها سامية جريديني محروقة وتصانع فيها عندها جروح بوجة وبرقبتها نقلت على المستشفى وإن شاء الله نحن تبين النتيج بأسرى وقت ممكن لحتى ما نخلق أي تأولات مش مقبولة العاملة نقلت إلى مستشفى كمال جملات في المدينة وخضعت لعملية وحالتها مستقرة والقوى الأمنية تنتظر تحسن وضعها للاستماع إلى إفادتها بالحقيقة بعد ما توفرتنا أي شيء من المعلومات بعد الأدل الجنائية عم تعمل شغلة هون وبصراحة مصيبة كبيرة وحلت على شويفات وحلت على صديقنا وأخونا أميني جريديني اللي هو زميلنا وعضو مجلس ببلدة شويفات وإن شاء الله هلأ التحقات والقاديل الجنائية بتقدر تفيدنا بأسباب الحريق اللي صار لأنه بصراحة كلنا زهلنا لهذا الخبر هذا وما عدنا عرفنا شو ما نعمل لأنه كيف صارت سنتك هونية كثيرة بتعرف بالدول رأسه للإنسان ولكن إن شاء الله أنه تكون شغلة شيء خضاءه قدر العائلة لا تزال تحت وقع الصدمة وتتريث في إعلان أي موقف في انتظار جلاء التحقيقات بعدما كبلها ذوها بالسلاسل المعدنية تمكنت منار السورية من الهرب والأمن الداخلي يوقف والدها ويبحث عن شقيقها وكأن الحرب والتهجير لا يكفيان فجاءت المشكلات المتفاقمة بين الوالد والزوج لتضاعف معاناة منار خالد شتوي السورية ابنة العشرين عاما فمنار اختطفت على يد والدها وشقيقها الذين تماديا في تعذيبها إلى حد تكبيرها بالسلاسل الحديدية وربطها بإحكام حول أحد أنبيب الإمدادات داخل منزل قيد الإنشاء استأجره الأب بغرض السكن فيه الجريمة فضح أمرها بعدما تمكنت الضحية من الفرار من منزل ذويها في بلدة تمنين البقاعية وطلب الغوث من إحدى جاراتها ما في الجنزير ولا في شيء كان رابطة بدها كانت تروعها بيت عمي وما كاني خليها تروعها بيت عمي ورابطة مشال ما بتروع ما بديها تروعها جوزة سلافات قديمة بينها وبين جوزة ما بديها ترجعها جوزة ما لقاينة إلا وحدة جاي عم تسرغوا بإجراء جنزير شو بيكي ما بيكي يا عمي قال لح يتبحوني لح يقتلوني إلي من حشيه هني بيطلع طائم في يومكا ومحاربيني بالحدايد مجانزرين قامت مدركة فكت إيديها وفكت إجراء وهربت من أهلي واجت له أنت عاية عم يوصلت ضبينيها نحن قالت أنا عم يحكموا مع بعضهم قالوا لها بدنا أهلها لأمها قالوا لها بتحامي ميه إيه وبالتهراء وبالتهيئها لتبايح قديني الضار بنكون تبحيني أهلي بايحة وخايحة وأم عم ترد عنا ما فيها قتلوها لأمها وش حطوها بشعرة كمي وأعلنت مدرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنها أوقفت والد منار المدعو خاشين وضبط في حوزته مفتاح القفل الذي كبلها به والتحقيق جار لتوقيف شقيقها المتواري عن الأنظار تيار المستقبل يؤكد أن الحديث عن السلة المتكاملة جاء في إطار الرد عن سؤال افتراضي وأن حزب الله لم يطرح هذا الأمر في الحوارات الثنائية وهو يرى أن طرح المستقبل لقبوله النسبية غير قابل للتطبيق بعد رفضه طرح الرئيس بري لقانون نصف أكثري ونصف مختلط من بيت الوسط وفي خلال لقائه أعضاء مؤتمر بيروت تحدث الرئيس سعد الحريري عن سلة جرى الاتفاق عليها في مؤتمر الدوحة استطاعت إليها شيء عنا وكان الحريري قد أشار قبل ذلك في دردشة مع الصحفيين إلا أنه في حال أراد حزب الله سلة متكاملة فإنه يريد أن يكون السلاح جزءا منها إلا أن الحديث عن سلة من هنا وأخرى من هناك يبدو أنه ليس أكثر من كلام إعلامي كان جواب على سؤال افتراضي لماذا سؤال افتراضي؟ لأن حزب الله لا يتكلم عن سلة يعني إذا تلاحظ بكل الإعلام وكل مواقف لا يسمعنا أن الحديث عن سلة ناين جواب الرئيس سعد الحديث المقصود منه والبولاد منه هو أمر واحد وحيد المطلوب انتخاب رئيس جمهوريين قطاع السطر مصادر حزب الله أكدت أن الحزب لم يلجأ إلى طرح سلة في أي من الحوارات الثنائية مع المستقبل إنما هذا الحوار لمعالجة مسائل حياتية واقتصادية ولم يدخل في المسائل السياسية الضيقة وأن هذا الحوار يساهم بفاعلية في معالجة أي إشكال يقع في بعض المناطق بين محازبي الفريقين في حوارنا حاولنا السعي باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهوريين هذا الأمر لم نوفق به حتى اليوم موضوع تخفيف الاحتقان الداخلي محقق يعني الحد الأدنى إذا جاز التعبير من الأجواء الملائمة والمناسبة لتخفيف هذا الاحتقان الداخلي وتحديدا على المستوى السني أشياء وعن القانون الانتخابي بعد إخفاق اللجنة في التوصل إلى صيغة مشتركة تقول مصادر حزب الله إن التنازل الذي قدمه المستقبل يقضي بالقبول بالنسبية باستثناء مناطق صيدة وبشري على أن تبقى هذه الدوائر خاضعة للنظام الأكثري وأن تشمل النسبية ستين نائبا على أن ينتخب الثمانية والستون الباقون من أعضاء المجلس على القانون الأكثري وتتابع مصادر حزب الله قائلة إن هذا الأمر غير منطقي ذهبنا باتجاه القانون المختلط وهذا أمر كنا نرفض في السابق النسبية جملة وتفصيلة في ظل وجود السلاح على الطرف الآخر كذلك أن يتنازل لما فيه مصلحة البلد لا يسا يتنازل لتايا المستقبل أو للقوات أو للحزب الشاكل لا هناك مصلحة عامة في البلد يجب التنازل لها التنازل يكون للبنان ولمصلحة اللبنانيين هذا الأمر لم يحصل حتى الآن أما تشريعيا فيبدو أن توجه حزب الله إلى المشاركة في الجلسة انسجاما مع قناعته المتطابقة مع تلك عند الرئيس نبيه برري بأن البلاد باتت بحاجة ماسة إلى العودة التشريع وفي هذا الإطار علمت الجديد أن الرئيس سعد الحريري وعد برري بحضور الجلسات عند الدعوة إليها باسل العريضي قناة الجديد القمة الثالثة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد في اسطنبول وشعارها الوحدة وتضامن من أجل عدالة والسلامة وتعد هذه القمة الأولى على الأرض التركية منذ القمة الأولى التي عقدت في المغرب عام 1969 أشعر بالألم لأنني أتحدث من على هذا المنبر باسم لبنان بديلا من متحدث أصيل هو رئيس الجمهورية اللبنانية الذي لا يزال مقعده شاغرا منذ قرابة عامين في هذه العبارة استهل رئيس الحكومة مام سلام كلمته أمام زعماء قمة منظمة التعاون الإسلامي الثالثة عشرة التي تواصل أعمالها في اسطنبول آملا إنجاز الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن لكي يعود التوازن إلى المؤسسات الدستورية وتستقيم الحياة السياسية في لبنان ولكي يأتي الرئيس المسيحي الماروني إلى المحافل الدولية متحدثا باسم لبنان بلد العيش المشترك وتوقف سلام عند الإرهاب وتبعاته في المنطقة ومنها أزمة العسكرين اللبنانيين المختطفين لدى داعش والعبئ الهائل المتمثل في وجود قرابة مليون ونصف مليون سوري نازح على الأراضي اللبنانية مناشدا المؤتمرين إلى هذه المسألة العناية التي تستحق معلنا الرفض المطلق لأي شكل من أشكال التوطين وعلى هامش القمة كان سلام بين سلام والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والتقى سلام أيضا عددا من الرؤساء والمسؤولين هناك ازدواجية في الموقف من الإرهاب ويجب إعادة النظر في المنظمات الإرهابية ولا بد من مكافحة الإرهاب في الميدان عبر تشفيف المصادر المالية والبشرية وأقترح مركزا للتنصيق والتعاون الأمني يكون مقره اسطنبول كما أطالب بمقعد دائم لدولة مسلمة في مجلس الأمن تتمتع بحق الفيتو تؤكد مصر ضرورة التوصل عاجلا إلى حل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري بالتغيير ويسمح بمجابهة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانطلقت قمة منظمة التعاون الإسلامي وسط أجواء الخلافات الخليجية الإيرانية التي تجلت في مشروع البيان التي صدر عن اجتماعات وزراء الخارجية والذي يدين ما وصفه بتدخل إيران في شؤون الدول العربية كما يدين ما وصفه بالاقتراح السعودي بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها حزب الله في سوريا والعراق واليمن القمة تستمر يومين ويشارك فيها سبعة قادة جدد لتوليهم الحكم في بلادهم بعد قمة القاهرة في شباط عام 2013 وأبرزهم الرئيس التركي والملك السعودي وأمير قطر وتعد هذه المشاركة الأولى للرئيس الإيراني حسن روحاني وزير التربية اليسف الصعب يشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي توقد بين واشنطن ونيورك وفيها جلسة مخصصة للبنان تتعلق بدعم خطة الحكومة اللبنانية لتعليم النازحين والسعي لرفع مساهمات الجهات المانحة واستمرار التمويل تقرير ليمنى فواز من واشنطن تحت عنوان يوم المشرق خصص البنك الدولي في واشنطن في اجتماعات فصل الربيع السنوية يوما كاملا لنقاش تأثير الأزمات على المناطق الحدودية ومنها اجتماع بين وزير التربية اليسف الصعب النائب ياسين جابر ومفوضية اللاجئين والبنك الدولي للنقاش حول تأثير الأزمة السورية على دول الجوار واتخذ لبنان نموذجا وكانت لأبو صعب كلمة حازمة اللهجة تحدث فيها عن النقاشات والوعود منذ سنوات بمساعدة لبنان من دون نتيجة مؤكدا أن الحل الوحيد لأزمة النازحين هو الحل السياسي في سوريا أنه باللبنان نحن النازحين اللي موجودين عنا هو لنزوح مؤقت لازم يرجحوا على سوريا لأنه منهم لاجئين فيه فرق بين اللاجئ وبين النازح هذا شعب بكامله نزح بسبب الحرب هذا منه لاجئ سياسي بالتالي اللي نحن عم نجريب نقوله للمجتمع الدولي أنه نحن عم نتحمل هالعبئ وفعلا لبنان اليوم بمأزة لأنه من ميلي نحن إنسانيين وبدنا نساعد ومصرين بس من ميلي تاني صرنا خايفين إذا رح يضل لبنان موجود لبنان اللي بنعرفه لبناننا نحن هيدا الرسالة اللي حبيت قلونيها اليوم أنه ما كتير تنبصوا أنه لبنان قادر يتحمل هالقد لبنان ما بيقدر يتحمل إلى مالة نهاية لبنان ما بيقدر يتحمل إذا ما كنتوا وقفين معه لتساعدوه رسالة الأساسية نحن بحاجة اليوم لبنان بحاجة اليوم لمساعدات أكتر من أي وقت مرأة وبحاجة لمساعدات أول شيء هبات تاني شيء إذا كان لبنان ياخد قروض مع فوائد بالماضي لبناء البنية التحتية لبناء مدارس ومستشفيات لللبنانيين إجا الوقت اليوم ينعطوا من غير فوائد وينعفها من بعض الديون اللي كانت على لبنان بالماضي من جهته أشاد البنك الدولي بالعمل الذي قام به لبنان منذ حدوث الأزمة السورية كنموذج يحتذى به مؤكدا دعمه للبنان بإعطائه قروضا من دون فوائد تدفع على مدى خمسين عاما ضمن النطاق القانوني المسموح به في لبنان وأوضح أبو صعب بعد الاجتماع أن النازح السوري ليس لاجئا كما أكد أبو صعب أن لبنان يحتاج إلى مساعدته كدولة وخلص الاجتماع الأول إلى تحميل المجتمع الدولي مسؤولية تأزم الوضع في لبنان وتحميله عبء النزوح من دون تقديم المساعدات اللازمة وطلب الكفة عن الوعود والقيام بحلول جادة على أن تستكملوا الاجتماعات في الأيام المقبلة من واشنطن قناة الجديد لبناني يستنجد بالجديد بعدما احتجز وزوجته في اليونان وهو يحاول السفر بطريقة غير شرعية تقرير هذه الأمين هذه الصور وصلت إلى قناة الجديد من جزيرة كيوس في اليونان وهؤلاء جميعهم لاجئون هربوا من بلاد الحرب في سوريا ومنهم من هرب من بلد الحرمان لبنان المواطن محمد عواضة من بلدة القنطرة الجنوبية سافر إلى تركيا مع زوجته لينتقل منها إلى بلد آخر بطريقة غير شرعية وهو اليوم يعيش وزوجته على الرصيف في اليونان بعد احتجازه ولا يملك أوراق ثبوتية نحن بلشنا من تركيا وتمنجينا من تركيا أساس نجي شرعيين بالباسفورات وضبطونا وراءنا وكل شيء نحطونا بحرش وشلحونا الباسفورات وبالصالب السلاح تطلعوا بالشغطورة معاش فينا نقدر نحكي شو شلحونا الباسفورات عادونا عشر تيام مثل معتعل هو معتعل كيوس مكتوب معتعل سيال بعد أربع خمس تيام اتضيقوا اليونانية حزب اليساري بعد نهار خمسة المضام كنا قاعد أنا عمرتي حاربات ورحت عدت أوتال انتو عديش لكم راحين هلا من هون صنع تقريبا شي واحد وعربين واحد وعربين يوم واحد وعربين يوم نحنا كل العالم قلت بهذه الطريقة هادي لسبب معين وفهمكم بزياد يلاجبي للمعيشي 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 ماتي مثل قبل أنا جيت لسبب لسبب لسد ديوني لعيش بي كرامتي أنا مش حاسبوني أنا بس أنا عمرتي لحني كوني للمعيشي للمعيشي مثل أنا واحد بشري مثل أنا واحد بأمساني ما حاسبون بها الأغلب كل الناس بتغلط كل العالم بتغلط خلي تجي تشوف الأمهم والا حمامات عمي حمموا على الطريق يعترف محمد بخطائه ويناشد وزارة خارجية بلده التحرك لحل وضعه ويؤكد عوضة أن من بين العائلات اللاجئة أطفال ونساء حوامل يبيتون في الخيم وفي الشوارع خيم وشوارع يفضلونها على حال عيشهم في بلد مرقد العنزة زفت وصيانة وصور على الجدران كلها علامات تشير إلى تخضيرات الانتخابات البلدية تقرير هادي الأم تسفيت الحفر في الشوارع إضافة إلى توسيع الأرصف المخصصة للمشات وتحسين إنارة الأعمدة هذه الأعمال وغيرها من أعمال الصيانة في الشوارع والخدمات العامة لا يشهدها اللبنانيون إلا مع اقتراب استحقاق انتخابي والانتخابات البلدية على الطريق بحسب ما سمعت هلا هم بيقولوا أنه هون بالأشرفية عاملين إخراجات فور فري فتحين على مين ما بدوا كرمال انتخابات هلا؟ هيك لا يا أنه بلشت هيك الخبرية شوي تحت ده شو اسمه تتحرك عم يعاملوا لمبيت عم بيغيروا هالشي وهذا با كرمال مشان الاحتفلات هتنتخي بلا لك يا طلع شي القانون قالوا في مخاطرة قالوا في بلدية عم نسمع هايدي القصة خلي طعموا العالم العالم جيعي جوعاني شيلوا على الدول برغش والأمل والسبان لا ما بطعت أنا نحنا بطلون ضيعة صغيري بتكون متوافق ما بنعمل الانتخابات بموازات الزفت بدأت تنتشر على الجدران والأعمدة صور المرشحين في الانتخابات البلدية والاختيارية قالوا يا أهلا خلي صوروا وحطوا صورة نبيل بر وسعد الحريرة والسانيورا أبو ميل مين بعد فيه السيد ما بينزل نقول على الانتخابات نقول له وحط له الوزراء تبعو له منحط لهم ليش مشكل لا نشوف هلأ شو بطل يطلع من العمر خليهم نخلصونا من رئاسة قبل انتخابات البلدية خليهم نخلصونا من رئاسة الجمهورية قبل في انتخابات بلدية بس يمكن ما يعملوا شيء مثل الله ما خطير في مشاكل كثير في صعوبة كثير بالانتخابات بالزحنية ببيروت يفتقر اللبنانيون إلى كثير من الخدمات العامة والمسؤولون يتجاهلون أصواتهم والحرمان اللاحق بهم لكنهم يتذكرونهم عندما يحتاجون إلى أصواتهم الانتخابية وككل انتخابات ينسى اللبنانيون حياتهم الزفت لينتخبوا من زفته أكثر عائلة المقدم الراحل ربيع كحيل تستنكر قرار تخلية سبيل إليضو والجيش يوقف حسين محمد الحجيري لمشاركته في أعمال إرهابية وأخبار أخرى في بانوراما محلية وافقت المحكمة العسكرية دائمة برئاسة العميد خليل إبراهيم على طلب تخلية سبيل إليضو بكفالة مالية وكان إليب مرافقة الفار من وجه العدالة هشام ضاو المتهم بقتل المقدم الشهيد ربيع كحيل وكان موقف لعائلة الشهيد بعد إطلاق صراحه اليوم انصدمنا بهذا الأرار الأرار غير محق ولا يستند إلى صند قانوني واتخذ بطريقة اعتباطية من هون نحن نطرح سؤال أمام الرأي العام وأمام زملاء أولى ربيع كحيل بالجيش اللبناني الضباط والأفراد والعسكريين موجودين بصفوف الأمامية بلنا نقول لهم هل يعقل لمن قتل ضابط في الجيش اللبناني أن يعتبر بطلا ويكافى بإخلاء السبيل نوجه نداء لدولة الرئيس بر ولجميع المسؤولين وخاصة لدولة الرئيس بر لأنه هو أستاذنا وهو رئيسنا وهو زعيمنا نتمنى على أنه هو ينظر بهذا الموضوع ياخده بعين الاعتبار وينظر به نظرة حقانية أعلنت مدرية التوجيه في الجيش اللبناني أن قوة من الجيش أوقفت في منطقة وادي حميد عرسال المواطن حسين محمد الحجيري المطلوب لمشاركته في تواريخ سابقة بتنفيذ أعمال إرهابية ضد الجيش وقوة الأمن الداخلي في بلدة عرسال وذلك في أثناء محاولته تهريب نحو 75 كيلو جراما من مادة الكيماوي ونحو 100 لتر من مادة المزوت من بلدة عرسال باتجاه الجرد إلى ذلك نفت المدرية العامة للأمن العام في بيان لها ما ورد في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية من أن اللواء عباس إبراهيم طلب إلى المحام نبيل الحلبي مواصلة عمله في ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش وأكدت المدرية أنها غير مسؤولة عن الأخبار التي لا تصدر بموجب بيانات رسمية عنها داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقلها الأخبار لا سيما المتعلقة بقضية العسكريين المخطوفين لما لها من بعد إنساني استقبل البطريار كل ماروني ماربشار بطرس الراعي في بكركي وفدا من سفراء مجلس التعاون الخليجي وبعد اللقاء تحدث السفير الكويتي عبد العالي القناعي عن موضوع اللبنانيين المبعدين من الكويت لم يرحل أي لبناني عن دول الخليج اعتباطا أعطيني أي مبعد لبناني من دول الخليج سواء كان شيعيا أو سنيا أو مسيحيا أو درزيا أو أيا كان أبعد لسبب غير قانوني رفضت كتلة الوفاء للمقاومة الإساءة إلى المقاومة في المحافر الدولية مطالبة الحكومة بالوقوف في وجه هذه الأفعال تدين الكتلة الضغوط التي يمارسها النظام السعودي في الاجتماعات المتصلة بالقمة الإسلامية من أجل الإساءة إلى حزب الله وسمعة مقاومته وهو ما يوجب على الحكومة اللبنانية الوقوف ضدها بحزم ودون تردد باعتبار أن حزب الله المقاوم هو مكون أساسي في الحكومة وفي البلاد كرمت الجالية اللبنانية في ولاية ديربورن الأمريكية وفداً أمنياً لبنانياً يترأسه قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي في حضور نواب وديبلوماسيين وأمنيين وعلماء دين أكد الأيوبي أهمية التواصل بين الاختراب والبلد الأم ناقلاً تحيات اللواء إبراهيم بصبوس إلى جميع المختاربين وفي الختام قدم العميد الأيوبي درع قوى الأمن الداخلي إلى رئيس بلدية ديربورن وجرى قطع قالب حلوى جمع العلمين اللبناني والأمريكي وشعار قوى الأمن الداخلي بعد الإعلان السيسي مبرراً إهداء الجزيرتين أم ألت أني مطمعش في حد ولديت الله يرحمها سد الحبايب يا حبيب أهلاً بكم من جديد الأمطار تغرق المملكة العربية السعودية والخسارة بشرية ومادية قتل عدد من الأفراد وفقد آخرون نتيجة السيول التي اجتاحت عدد من المحافظات في المملكة العربية السعودية بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت في الأيام الماضية متسببة بخسارة مادية كبيرة بعدما اجتاحت المياه المحال والبيوت وأغرقت الشوارع وتوقفت حركة السير وتعطلت دراسة في العاصمة ومناطق أخرى وأكد دفاع المدني في منطقة جزان الحدودية مع اليمن وفات شخصين وإنقاذ ثمانية عشر آخرين إضافة إلى إصابة ستة بينهم ثلاثة منقذين نتيجة السيول في عقبة الصلالة وأبو عريش وأدت الفيضانات أيضا إلى انهيارات صخرية في بعض المناطق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يثير موجة انتقادات في أول خطاب له بعد التنازل عن جزيرتين واللي علمتني دي والدتي قالتلي ما تطمعش في إيد الناس حتى لو كان ده اللي في إيد الناس ده والدك أقول تاني اللي علمتني اللي أنا بقول لك عليه ده أني ما تطمعش في حد ولديت الله يرحمها بهذه الكلمات جاء أول تصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن قضية جزيرتين تيران وصنافير وهذا مشهد من مسرحية المتزوجون رد به ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي على خطاب السيسي حيث أطلق على تويتر هاشتاج أمه قالتله عبر فيه مغردون عن سخريتهم من مقاربة رئيسهم لموضوع الجزر قل اللي علمتني دي والدتي هل يتلي ما تطمعش في إيد الناس خطاب السيسي أمام ممثلي المجتمع المصري أثار انتقادات صحفيين ووسائل إعلام عدة ده منطق الدول ده منطق الدول انت ما تطمعش في إيد اللي غيرك بس غيرك يطمع في اللي بإيدك يا عمي أنا مالي ومالي ست والدتك الله يرحمها واستكمالاً لم يجد الرئيس المصري ما يرد به بشأن قضية الجزر سوى طلب السكوت من المعترضين أنا قلت كلام كتير في الموضوع دوت وخليني أحسنوا أو أنهي يعني من فضلكم أرجو أن الموضوع ده أرجو الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني ثمانية مرشحين لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون بينهم أربع نساء بعد عشر سنوات من توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة ولايتين تنتهي أواخر هذا العام ولاية بنكيمون الثانية لهذا المنصب أما المرشحون لخلافته فهم ثمانية أشخاص أربعة رجال وأربع نساء ومن بين المرشحين الأوفر حظاً مديرة اليونسكو البلغارية إيرينا بوكوفا ورئيسة مجلس وزراء نيوزيلندا الصابقة هيلان كلارك التي تتولى رئاسة برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمفوض الأعلى الصابق للاجئين البرتغالي أنطونيو جوتيريس وللمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة يقدم المرشحون لهذا المنصب عرضاً شفهياً يستعرضون فيه إمكانياتهم كما يجيبون عن أسئلة تطرحها عليهم الدول الأعضاء والمجتمع المدني وستبدأ عملية الاختيار الفعلية في تموز بين الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن وبعد ذلك بشهرين سيطرح المجلس إسماً واحداً على الجمعية العمومية للمصادقة عليه فهل تشغل أمرأة هذا المنصب وتكون الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي هيمن على رئاستها الرجال منذ عام خمسة وأربعين؟ الإنسان يبدأ رحلة إلى أقرب نجم إلى الأرض بحثاً عن أثار للحياة هذان الرجلان يخططان للوصول إلى أقرب نجم هما الملياردير الروسي يوري ميلنر وعالم الفيزياء الفلاكي الشهير ستيفن هوكينغ وقد أعلن ذلك في مؤتمر صحفي في نيويورك ويطمح الرجلان إلى إطلاق ألاف سفن الفضاء الصغيرة إلى منظومة النجوم ألفا كونتوروس وهي أقرب نظام نجمي إلى الأرض وذلك ضمن مشروع قد يستغرق سنوات السؤال هو كيف لنا أن نسافر بسرعة أكبر وبمسافة أبعد كيف لنا أن نؤدي هذه القفزة الكبيرة للمرة الأولى في التاريخ لن نكتفي بمراقبة النجوم بل سنتمكن من الوصول إليها أما هوكينغ الذي يتحدث عبر برمجية صوتية فقال أرى أن ما يميزنا ويجعلنا فريديين نحن البشر أننا نسعى دائما لتجاوز حدود مقدرتنا ويأمل العلماء أن تستطيع الكاميرات المنصوبة على متن المسباري من إثبات وجود كواكب تصلح لعيش المخلوقات الحية في تلك المنظومة بعد الإعلان سينما لبنان أهلا بكم من جديد والآن ننتقل إلى النشرة الفنية من أعداد دارين شهين ماذا عن بيتنا؟ نتابع سويا مع مصمم الرقص عمر راجح وتريو جبران إليكم بعد ما جرى عرضه في فيينا ثم فرنسا وصل مشروع بيتنا إلى لبنان وكانت ليلة الافتتاح البارحة في مسرح المدينة في الحمرة وقد جمع هذا العرض بين مصممي رقص عالميين نذكر منهم الكوريغرافر اللبناني عمر راجح ومصممي رقص من توغو واليابان وبلجيكا وفرقة العود الأشهر في العالم اليوم الفرقة الفلسطينية تريو جبران فكرة الغداء اللبناني اللي منعمله كل أحد مع الأصحاب مع العائلة مع الناس اللي منحبهم وأحيانا كمان مع ناس ما بنعرفهم نعزمهم على الغداء هي فكرة الجمعة فكرة الشيرينج فكرة أنه نحنا مع بعض باختلافنا فعزمة ثلاثة كوريوغرفرز بعرفهم بيشتغلوا يعني عندهم شغلهم وعندهم حيثيتهم هيرواكي أوميدا كون أوجستينين وأناني سانوفي وبنفس الوقت عزمة تريو جبران ليشتغلوا الموسيقى للعرض والناس رح يأكلوا كمان معنا نطبخ للناس هلا ما نبين الأكل على الطولة لأنه تمارين بس بالعرض فيه أكل نحنا بنعمل كل الأكل هالباند مكون من أربع أشخاص ولكن هم تلات أخوة اللي بيعزفوا على العود وشان هيك تريو جبران تريو جبران عائلة جبران سامير الأكبر أنا الأوسط وسام وعدنان الزغير يعني بيتميز هالجروب أو المجموعة بأنه تلات عازفين عود وهذا مش متعودين فيه في العالم العربي أعتقد هو أول مجموعة اللي بتكون ثلاث أعواد بيعزف مع بعض ومش بس هو عملياً ثلاث ملاحنين بيعزفوا على العود بشكل غير تقليدي ولكن طبعاً الباكراوند أو الخلفية اللي عنا هي تقليد يعني جاي من عائلة جبران إحنا رابع عشرين أيضاً في عائلة جبران اللي منصنع عواد ومنعزف على العود أول ثلاثة عود كانوا ثلاثة جبران فعلى الأذن الموسيقية الغربية كان إشي جديد آلة العود بشكل عام كانت جديدة نوعية التأليف غير تقليدية مع الاحترام للتقليد فأكيد توصلنا للجمهور اللي بيحب آلة العود وأيضاً الجمهور اللي بيحب الموسيقى بشكل عام المشروع السيدي جديد مفروض يكونين تنهاية هذا العام بدأنا تأليف موسيقي يمكن هاي لأول مرة من غيب عن جمهور نقلنا أربع سنوات مش مطلعين ألبوم جديد بس فهي الأربع سنوات عملنا موسيقى كتير لأفلام سنمائي عملنا موسيقى لفيلم سنمائي من أهم الإنتجات في العالم محمد خراج المخرج مجيد مجيدي إيراني التهينا بمشاريع كتير منها مشروع رقص المعاصر بيتنا كل عمل جديد هو لازم يحطم أو يدمر الأعمال السابقة عشان نقدر نمشي لقدام لأنه الإبداع أول إشي غير معرف ما في عرف الإبداع شو هو وبالتالي ما بعرف وين راحين راحين للمجهول بس منعرف شغلية واحدة أنه السنسز الإحساس الحلو الروحاني الوجدان كل ما يتعلق بالشعر كل ما يتعلق بالإنسانية هذا منحاول نحطه في موسيقيتنا وهذا الإشي اللي بيرسخ هوية الثلاثة جبران وفلسطين موسيقى 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 نذكر أن ليلة غد هي الحفلة النهائية لعرض بيتنا في لبنان على خشبة مسرح المدينة في الحمرة موسيقى كيف يتم مساعدة سيناريو الأفلام الطويلة في لبنان وتحديدا المخرجين الجدد والشباب نتابع نظمت مؤسسة سينما لبنان وللسنة السادسة على التوالي بالتعاون مع المركز الفرنسي ووزارة الثقافة ورشة عمل لإعادة كتابة سيناريو الأفلام الطويلة وقد جرت هذه المهمة على مرحلتين الأولى في شهر كانون الثاني والمرحلة الثانية جرت منذ أسبوع متل ما بتعرف تعرفوا الصناعة السينمائية عم تتطور المشاريع كتيرة وبدأ دعم ونحن مؤسسة سينما لبنان موجودة هون لدعم القطاع بيكون بالإنتاج بالترويج وبالتدريب خطوة كتير حلوة إنه ينجمع مجموعة من الشباب اللي كتبين سيناريوات ويتنقل أفضل تحتى يجي شخص مهني يدعم تحرك تطوير هالسيناريو لأنه حقيقة هيدا بتكون خطوة جيدة لفيلم لبناني جيد نذكر أن رابحي أفضل سيناريو هما ميشيل وقابي زرازير مبروك هيدا كان كل شي باي كان في النشرة ثلاث نساء واحدة مطعونة وأخرى محروقة والثالثة مكبلة قال لح يتبحوني لح يقتلوني إلي من حشية هني بيطلق طايم في يومكا ومحاربين بالحدائد وفي بشامون جريمة صحية يرتكبها فيروس كوكساكي زمان حلت المشكل أكيد رح يتفاقم الوضع أكتر سلة الحريري المتكاملة لم يطرحها حزب الله لأنه حزب الله مع بيتكلم عن سلة أزفته يقترع ولكل صوت إخراج قيد ببلاش نوانا بالأشرفية عاملين إخراجات أيد فور فري فاتحين على مين ما لده وكان في هذه النشرة بيتنا في لبنان النشرة انتهت المنطقة الإخبارية المقبل يتجدد في النشرة الصباحية عند السابع ونصف شكرا على كرام المتابعة وتصبحونا على خير اشتركوا في القناة